موسيقى انتربيو صوت لبنان من حيكم مشاهدينا ومستمعينا وينما كنتوا برفقتنا ماذا في جعبة المايسترو اندريل حاج قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربي من نشاطات شو فيها رزنايما من احتفاليات جاي طبعا مع الإشادي بالاحتفاليات يلي سبقت ويلي فعلا كانت مميزة ومتميزة وكانت علامة فرقة فعلا أهلا وسهلا فيك مايسترو شكرا بحضرتك وشكرا على إصدافي خليني بلش معك بسؤال هل كونسيرفاتوار اليوم الوطني بأي عصر نحن بمرحلة جيدة جديدة مع إدارة جديدة أنا عالطول بقول كل ما بتجي إدارة جديدة في نبض مختلف هالمرة النبض بيشبهني أكتر أنا من حيث السوشال ميديا إذا بدك من حيث التليفزيون لأنه شخص بيغني عنده خبرة بالغناء موسيقى ملحن وطبعا بنحكي عن دكتورة هبا قواس اللي هي بالتكليف هلأ ونحن قطعنا فترة طويلة بالتكليف وبالإنابة مع أشخاص وحتى باليعني لما إجا آخر رئيس بس ما قدر كمل لأنه صار في حالة وفاة لأله بقى هلأ نحن بإدارة جديدة مع دكتورة هبا دهبي برونزي ألمازي شو؟ شوفي ما فيه نقول ألمازي نحن مرحلة جديدة عم نقلع تنصير بالألمازي بس أقولك أنه لأنه الوضع على البلد كله نحن معه يعني نحن ماشيين حد اللي عم بصير بس نحن أحسن شوي هفتي؟ لأنه قدرت خرقت بمحل وجابت ميزانية للمعهد وهذا شغلة ممتازة لأنه عملت يعني هلأ جانب المالي جانب الفني عم نجرب نشتغل سويا يعني أنا عندي خبرة بالأوركسة من 2011 لما سلمت وكان عندي فكرة وبعتقد نشعت لهي هاي السياسة الموسائية اللي مشيت فيها أنا أنه نقدم تحييه لأكبارنا نضوي دايماً عكبارنا تيدل موجودين معنا بهذا المحل كل اللي قطعوا مشوا معي بهذا الفكرة دكتورة هبا مشيت أكتر وفهمت هاي السياسة أكتر من هيك قدرنا اتفقنا بهذا المحل يعني أنتون يوم هلا إذا منشوف من بعد ما قلعتوا عن جديد بعد كورونا وكل يلي صار بكل مثل ما بيقولوا بكل عرص لكم قرص بالاستقلال لكم حضور بعيد الفصح لكم حضور بكمان سلسل التكريمات كمان لكم حضور هاي دي أيضاً سياسة تشبهك ولازم تكونوا لازم تكون لازم تكون لازم تكون موجودين بكل هالمحلات نحنا بنبلشت أول فكرة من سنتين بعتقد بي عفوا كان عم بيغني معنا استاذ غسان صديبة بيليق ناسك وعملنا الاستقلال كان ممتاز كان دخول عظيم بس ما كنا بعد مقلعين مظبوط كنا عم نفرج الناس أن احنا رجعين وعم نقول للدولة نحنا حاضرين يعني موجودين نحنا كالابناني لازم نشتغل ولازم تساعدونا لازم تساعدوا هذا المحل الفني اللي بيضوع على الدولة كلها مش على المعهد الوطني بس ورجع من الأسئلة التانية بيراشية وأي مناسبة عم نكون فيها نقدر نخرق بهذا المحل لازم نكون فيه ونحنا صارنا هلأ شفت بلشنا بتدلك شغلة أنا كنا عندي خوف بعد 54 من كورونا ومن سرقة مال أنه أزمة ببلاد بالأحرى أنه الناس تبعد شوية عن فكرة التحيات من هيك اقتراحت فكرة أنه نعمل شيء إجت فكرة سامي السيداوي شفت الناس بالعكس يعني بساطة والناس حابة نرجع يعني عنده بقوة الناس ليش اختارت سامي السيداوي بهالكمبا أنا كنت عم بروحة غير محل يعني بدي أعمل حفلة عبالي أعمل حفلة بالمتحف وحكيت مدام عادة شالهوب قلت لي أنا عم بعمل هيك مش قادر بدي أعمل شيء تاني بعمل موشحات أنا بحفلة موشحات بقى قلت لي بدي أعمل الحفلة قلت لي أنا عم مرن عندي عم مرن هلأ الأوركسترا عم مرن الكورال بتندم قلت لي بس كملة وجبنا الأغاني وبلشنا كملنا نعمل تحييق لسامي السيداوي وهك كمت الفكرة كان كل الأرشيف معك كل الأرشيف موشوية مش كمهما عندو يعني نقينا الأغاني اللي بيحبوها الناس اللي بتندم ويني كليلة يا جارحة قلبي يعني أطعي هلأسلوب بتحرس أنه يعني الأغاني اللي بعدها مطبوعة بذكرة الناس يلي هالجيل الجديد يمكن بيسمعها أكتر من غيره مع أنه أي فنان بيكون عندو أرشيف هائل من الأغنية تمام تمام هلأ بتحرس عليه يعني أنا عطول بحرس أنه أخذ من كل من كل جانب فني ما ألفه يعني يعني مثلا اللي قالك أنه لما عملنا أول مرة الأساس وديع الصافي بيأخذ مثلا منه الطرب الشعبي بيأخذ منه اللغنية الكلاسيكية بالمعنى الموسيقية يعني بيأخذ من شو الفولوكتلوري يعني بيأخذ من كل ما يلي تن لأ ما فيك تضوي على كل شخص أو من الأساس اللي ياسر حباني أو من الأساس اللي شويري ما بتخلص يعني بتنقل جواني ما تتصرف بهال أبدا أنا بيأخذ الغنية الأصلية وبتعرفي الناس بصاروا يعرفوا الناس ونحن متعذب كتير يعني يعني تصوري مثلا السام السيد هو ما عنده شي ما عنده شي إلا الأوديو يعني منبلش من السفر نحن مش متل بيجي الكوندكتور الغربي بيأدموله النوطات موجودة من 200 سنة نحن لا منبلش من السفر هذا العذاب وبعمل أعداد أنا بدون تشويه أنا هذا الحريص ومستحيل يعني بيعمل الأغنية كيف مسجل بالإزاع الأبنية هي زيتا بتضيف عليها شغلات يعني ست حلوة وبدأ شوية روتوش أبدا بس هيدا الروتوش كتير مهم هيدا 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 بيثبت الأصالة يعني أبدو أكتر زوء هيدا لما الناس تسمع تحس قاعدة بالإزاع الأبنية بس ما بتخاف إنه هالجيل الجديد يعني بدو عطول إنه منسمع في أغنيات كتير تجددت بأصوات هلأ فنانين جديد في الجيل الجديد راح معه بينما يمكن أن الجيل القديم كان في عنده هاك تحفظ علي شوف أول شي هيدا ضعف المغني هيدا ضعف المغني يغني لحدا غني لألك يعني لاش تتشوه إنتا مش معت جديد لا لا أنا مش معت جديد إذا أنا يعني بمعنى مش معت جديد ما تكون هاي الغنية اللي اعتمدت عليها لتقلع بهالمعنى لأنه لو أنت على قد قادر كنت رحت على غنية اللي قالك يعني وإنه الزيادة إنه يغير فيها لا إنه أنا مش كتير مع بهالمحل ويغنيهم بس إنه يسجلها بصوت وتسير هي ما بعرف كيف هلأ ممكن قوات تظبط إنه يجددها بشكل ما يدق في أساسات بالموسيقى مش يزم يدق فيها يعني سمعت مثلا شغلي مرة لأساس ذاكي نصيف لعبين بالنوطة يعني مش بس باللحن يعني مش بالتوزيع هون أخطر شي هاي هتلاعب باللحن ممكن بالتوزيع يشوه بمحل بس باللحن ممنوع من هيك أنا لأ لأ أمس اللحن أبدا يعني والتوزيع بيدا اللي بيشبه هالمحل حتى لما عملت أعداد لأساس ذاكي نصيف تسمعي غنيت في وردة بين الوردات بتفكر ذاكي نصيف الموزعة مش أنا يعني بقدر أخذ من هون بتوفيق الباشرة ما عملت شفت درست كيف بيفكر هو يعني عملت آليس كيف يعمل نوعا ما كيف يقدر يعمل أعداد لأغني أو توزيع أخذت منه أنا وعملت له أعداد لما نقول أعداد لما تقول مايسترو أعداد مش بس إنه مناخد الأغنيات منشوفها الأرشيف منشوف شوف فيه أغنيات كانت درجة أو كان الناس حفظينها ومنحطها إنت عم بتروح عم بتقول إنه بتدرس شخصية الفنان أكيد أكيد بمحلات شو بتزيد يعني أنا في أحد المغنيين المعروفين جدا زدت له جملة ما عرف تفكرها لأله صار مبسوط فيها قال لي شفت شفت ملا كيف في عملها معه معه أنا أكيد معه الأصلي أنا بس حسيت إنه هاي الجملة لازم تنسى لهم مزيورة واحدة تا 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 هاللي شفت ملا جملة مهم إنه أنا بشوف من هيك ما بتعدى يعني بحب إنه دل وقوات كتير بكتب ما بحط اسمي أنا في قوات كتير ما بحط اسمي لماذا ما بحط لأنه يعني أنا عامل محالها في شي اسمه بيتزبط لهاي الأوركسترا ممكن يكون عند 24 شخص أعمل الأوركستراشن لهذا الجروب الصغير أو هات عندك قطع لقلي أنا هذا تأليف كامل بعمل أنا إعداد كله بعمل التوزيع وبعمل على فكرة كلمة يعني التوزيع صارت يعني كلمة كبيرة كتير هي متشعب ايه مش إنه مايسترو اليوم الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية عم تعمل تكريم تكريم بسلسلة التكريمات يلي حضرتك عم تعدى وفيه كمان يعني فرق أخرى كمان بماذا تختلف شو البصمة اللي عم بتكون ليفة بتكريم الأوركسترا اللي بقييتك عن باقي الأوركسترا بارك لأنه نحن بلشنا بارك الفكرة بلشت من فعلا بحكيك أنا بلشت من عند الفكرة أنا تعلمت من المصريين أنا كنت أنا عزة مع دار الأوبرا شوف عطول دار الأوبرا في عبدالوهاب وقم كرسوم وعبد الحليم عبدالحليم نحن فنانين مش عايشين بينتنا أنا كان عندي هذا الوجع لما استلمت دغري بلشت بأول تحية لأساس وديع الصافي لأنه اللي احنا لو منهم مش موجودين نحنا ودائما اللي كبار بيحبوا تدور عليهم يعني هذا جاست صغير أنا ولا مرة سمحت لنفسه لتكريم ما بيقبل أنا عم بقدم تحية عم بقول له شكرا أنا بدي بدي كرم وديع الصافي والتحية ممكن تكون متكررة لنفس الفنان طبعا لازم 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 نغنيهم على طول ده لنا عايشين يعني آخر مرة مع الأساس موريز غاب عملنا حفلة لسعيد عقل كأنه موجود بيناتنا سعيد عقل كيف بقدم لازم بقدم موجودين بيناتنا عندنا كبار كتير نحنا ومخلصنا لما نقول كبار من لبنان يعني كبار بالشعر كبار بالكتاب مش بس فنانين من هاك في فكرة أنا هلا يعني فكرة جديدة راح تبلش إنه نقدم تحيي لشعرة لمرون كرم لسعيد عقل بيأغانيهم هلا بيرزنامتك كل جديد هلا بالفكرة بس برجع إليك بدي أكيب عمل كبير حوالي يكتب أنا يعني حافظ سيميسي ضاوي أخي تليه التشور تحديث اللي تقدمت بساعة ومعي أكيب صغير عم بيكتب لي وعم بيلاحق يعني في برجع إليك نحنا مش إنه ما عنا نحن المكتب اللي بدي يجي هلا جديد من بعد ما نحنا بيأخذ من عنا يلا بالستينات كانت موجودة الأوركستر وكانت موجودة اللي براريلي عندنا يعني المعهد بيجي حيالة حدا اللي أبدو مثلا أي شيء لو يدغل ميه معه أسكار ومعه البارت طبع هاي ما كانت موجودة يعني بدأ إمكانات مادية لا مش إمكانية لا 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 أنا بسو يعني بشري إيه إيه بشري بدأ كيف موجود موجود هيدا اللي اللي عم بيحكى فيه هلا إنه أي شيء بين عمل ما بقى فيه كنت أشتغل وحدي أنا ما بقى فيه أشتغل وحدي يعني فيه أنا بحط آخر شيء إيه يعني أنا بركب الفكرة كلها آخر شيء بتجي اللي عندي بتقطع نطم العمل واحد يشتغل واحد إيه كنت أشتغل واحد هلا بدكتم طلق بفكرة تكريم الشعراء ممكن تكون فكرة من الأفكار حاب أعمل مارون كرم لأنه اللي بعملنا مع أستاذ هوريز غاب بلجأ لك هاي دي بري في ما خاصة بالحباية قصة عم نعمل شعر يعني عم تغني سعيد عقل طيب وإذا كانت بري في أنا عندي كتير أنا عندي كتير بري في أنا عندي خارج المعنى عندي كتير بسير أسهل خارج المعنى لا لا نفس الطعب الموسيقى بعملوا نفس الإيميل الفني أو بالخارج حتى يعني إذا عندي حفيت بري في أنا بس أنا بحب اشتغل بإطار المعنى يعني بحب بحب الشغل يعني صرنا عائلة بتعرفي اليوم ليش ما بعد بدأ أخذ رأيك شفنا من بعد هالاحتفالية يلي صارت بقيامة ابن الإنسان يلي كان عنوينا بعيد الفصح شفنا هيك رونك خاص شفنا ضج خاص حول هالاحتفالية ليش شلي ميزة وشلي أعطاها هالا رمزية بكركة والبطرك يعني أعتقد هيدا الأساس أنت أعملي حفلة عربة بالمعنى بتقلك بعشرة يسان سنت الماضي كانت الأوركستر الكلاسيك وأخذت محلة يعني أخذت محلة كحفلة هالسنة هالسنة دكتورة هبا طلبت من مارون رعي لهو ابن أخت البطرك وتحية الأساس مارون لهو عامل أعداد الحفلة كلها من الآل الزاد يعني يعني أنا أخذت من مارون يعني حتى هو قال لي الأغاني هو قال لي أنه هو الأغاني حلوين البطرك ما بيحب بيحب إشاف فيها الفرح بيجدلوه نعمل إداس يعني حبيت أنا وقلت له شو الجو من هيك يعني هو ركب الأغاني أنا ركبت جو الموسيقى بس أدخلته فكرة فكرة هيك جديد فكرته قالت لي الأعداد مارون رائعي كله من الآل الزاد وبالتعاون طبعا مع مع أكيب عمل موجود بالمعهد وكان في يعني جروب على الواتس أب عم بيشتغل عطول بين مخرج بين معد بس أنا بعرف أنه الأعداد كان الأستاذ مارون بهذا المحل حتى النصوص من اختياره مع أكبار كمان من ننسى تدور كمان الأعلمية مجد داغر بهذا المحل كمان ودكتورها هبقى عم ترقب كل اللي عم بيصير كان بهذا المحل بهذا الجروب الزغير يعني أضفته شي جديد المشهدية المشهدية لأنه أول مرة أول مرة بتواكب تمام لأنه هزا لازم تتطور من هيك قلتوا يا مارون أنا وياك نجحنا بهذا المحل لازم نطوره على صعيد أوبرات هبفته أن تكون الأوركستر عم تلعب ويعني ناس بترفيق علي أحمد أو مثل أستاذ جهاد الأطرش أو يعني شغلة أو ديانا كانوا رائعين أستاذ زي رائعين كانوا شو بيمنع يكونوا بدور مشهد أكتر تمثيل لقدام والأوركستر عم ترافق بمحل والأوركستر دور معهم كدور مشهدي حلو لأنه صار عندك فكرتين فكرة تكريم الشعراء لأنه مفتوح الباب مع الإدارة جديدة هيدا الفكر اللي بيشبهبه بهالمحل اللي كانت تعنوا بحفلاتها هي لهالبروداكشن الكامل يعني أنا أول مرة يعني صارت الأل بي سي معنا مثلا بهيدا المحل ممتاز ما كان أنا كنت بتمنى قبل يكون في تلفزيون متطور مثل الأم تي في أو الأل بي سي أو النيو تي في بسببت أنه قشت الأل بي سي أنا بتقليك شغلي حفلاتنا اللي كان مع تلفزيون لبنان بنعرف يعني مشكور أو مع تليل وميار في حفلات ضخمة كانت نعمل وينة بينما أنه بحفلة من سنتين عملناها مع أساس غسان صديبة لأونسكو مع الأل بي سي اشتصورت خربت لبنان أنا هيدا أخذت معي هون الشاشة يعني عامل مؤثر جدا مش بصر مش قصة الشاشة بالذات قصة هيدا العصر ماشي هاك كان حيالة شاشة تكون يعني ممكن تكون الام دي في ممكن تكون بس بديقلك أنه أنه أنا حفلة هيدا كلفتني وقت نهار بينما الحفلات السابقين كان يكلفوني ثلاثة الشهر وهيدا ضوط على البنان كلها من هون لأصر هيدا لأنا بحبه نستفيد من هيدا معنا بالسوشيل ميديا إن كان على التلفزيونات ولا سوشيل ميديا كفيسبوك يعني لاعب بارس من هايك دكتورة هبقى بتحب هيدا اللعبة يعني هيدا لعبة العصر هيدا ما تكملت بهيدا المشهدية اللي عملناها فوق أعلميا وشكليا ومشهديا وإخراجيا وإضاءة يعني هيدا كله هيدا الفن بده مال بده كرم بالأحرى أكتر من مال إذ بديك من هايك اللي عم نشوفه بالسعودية هيدا مبهر لأنه فيه كرم وفيه مال طيب ليش بعد ما طلعتو يعني قبل طلعتو كأوركسترا وطنية لبنانية الموسيقى الشرع عربية وأنت على الصعيد الخاص كمان كان عندك حضور بعدة بلدين واحتفاليات بس ليش اليوم عم تقول أنه رجعت إلى حد ما وعم تشوف بالسعودية شو عم بيصير ليش بعد ما طلعتو كأوركسترا لبرة لك شوف شو بيمنع مش بيمنع شو يعني بقى نكون إجرائنا على الأرض نحنا يعني المصريين ووصلين على العلم كله الكلمة اللبنانية مش واصلة لهلأ هارفت لا لا أكيد يعني بشكل عام يعني يعني أنا إذا عرضت أنت بالسعودية مثلا أي فنمن عندنا اللي عملت له أنا تحية ده بياخد علمات بينما عبد الحليم غير بس ما نحنا شفنا شفنا فنانين لبنانيين غنوا بإحتفاليات كبيرة بسعودي غنوا لمين غنوا لقلهم هن مصلوا لبنان واحدهم يعني بس هن مصلوا لبنان يعني هن مصلوا أكواجه لبناني أي هن كأفراد يعني إذا غنوا لفنانين لبنانيين برى أي شو أميم غنوا أخذوا دور من هيك بدك شوف الفكرة الموجودة بالسعودية هي فكرة مصرية أكتر يعني فيه هوا مصري أكتر من هوا لبناني وهيدا واضح من سنتين فيه هوا مصري أكتر والتكريمات اللي عم سيره ما رح يخلصوا يعني يعني بين الصنباطي يعني احنا العدد الموجود لكبارنا نفس العدد المصري بس عندهم منتشر اكتر وبدوا نياه لو بدوا نياه كانوا اول شي جابوا عملوا تحييلة وديع الصافي ما شفنيها كانوا عملوا تحييلة زكي نصيف انا عم بيلك قدابة رن عفلي ما عم بيحكي قدابة رنكة كعمل او كإلي شويري ما بيقل له قيمة ابدا لا عم بليه حمدي ولا عم حمد الموجي اللي عنا بس سألتلك لهوا اكتر هونيك مصري وهذا واضح يعني ونحنا جاهزين يعني اللي بيتقدم هونيك نحنا بها الامكانيات المالية اكيد جاهزين نحنا بس يتقدم العرض طيب غير بسعودية بسعودية رحت على كتير محلي لا بتحكي عصعيدي انا انا عصعيدي الشخصي عصعيدي الاوركستة بعد ما رحنا نحنا كاسم اوركستة ما رحنا الا مرة وحدة بزمن الوزير اللي عريجي كنا بيعملنا بالدوحة بطلب مزارة السقفة وني كانت سيدة قميمة الخليل مانا هيدا عصعيد المعهد عصعيد المعهد ليش يعني بنا نشوف في حكي بهالمحل بعد ما فيه تنفيذ يعني بعد فيه حكي عمين حكي ما فيه تنفيذ ناطرين التنفيذ كي بيصير نحنا جاهزين مت ما جاهزين بلبنان هنا على مسارح كبيرة توقف وما بدا اكتر تحضيرات ما بدا اكتر اعداد لا هيدا بيصير من برا بينما نحنا العاز فيه فيه نكمله من هون يعني اخد ميتة عازف من هون عن مين عم بينحكي عن اي بلد تكونه ممكن السعودية ممكن هيدا بيبرزنا متو ممكن تصير الفكرة بعد الفكرة بعد ما عم يحكي عصعيد لبناني يعني لازم نحنا نحكي لبنانيا يعني اي حدا بيجي من برا ما بيغني لبناني بيغني بلده طيب ما بتلاقي اليوم بلبنان خلص يعني بلبنان خلص انه نحنا كاوركسترا وطنية لبنانية خلص نحنا عملنا بينا بيكفي هلأ الدور لبرا نفرج هالعمال يقلي عنا بإمكاناتنا مرافو عليكي لكن نحنا هاي الأوركسترا الفرق الوطنية اللبنانية شرق عربي الأوركسترا هي لازم تمثل لبنان برا مش أفراد أفراد بيمثلوا نفسهم مع احترام للجميع هؤلاء اللي بيغنوا المغنيين اللي موجودين عنا ومحترموا الجميع هني بيمثلوا نفسهم بينما لما بيروح أوندري حاج مع الأوركسترا ما بيمثل أوندري حاج بيمثل الدولي بموازل الوزارة السقافة بيمثل المعهد الوطني بيمثل لبنان يعني أنا بكون اكيب عمل كله بيمثل لبنان ما بيكون شخص هيدا اللي أنا طمح له انه لبنان يتمثل بالأوركسترا الوطنية اللي عنده بيحمل اسمي وبطلع بعمل دوري فوق بطلع على عمان باسمي أنا بطلع بس مع انه حضور هالفنانين اللبنانيين من هالكوكبة من الفنانيين المصريين من تونس من كل البلدان تقريبا العربية من سوريا انه في حضور لبناني ما استثنون هيدا شو؟ هيدا مشي هيدا منيح بس بيمثل حاله الفنان اللي بروح ما بيمثل لبنان بشكل عام هيدا لبناني بس ما بيمثل لبنان أنا عمقلك بدي مؤسسة كأوركسترا وطنية تمثل لبنان برا مش أنا طيب اليوم مايسترو متل ما قلت اللي سبق حققته هكي حلو شي حلو لجاية شو؟ لجاية رح نمشي عن هالسياسة الممسئية أنا مقصر مع فليم ووهبة أنا مقصر مع حليم الرومي وبعد فيه في عنا كتير أفكار بعد مقصر يعني بعد لهلأ ما قلت لهم تحيين أنا محضر برنامج فليم ووهبة كان قبل الأزمة من بعد ما عملت يعني آخر حفلة كان في 19 كان لأستاذي فؤاد عوهد كانت الحفلة وأساسا كنت بدي أعمل من بعدها وصارت الأزمة فليم ووهبة لازم ينعمله فليم ووهبة لازم ينعمله حليم الرومي برجع لك ما بتخلصي بالشعرة ما بتخلصي والمشهدية يعني التمثيل مشهدية هيدا غير عرض أنا بكون أنا بكون جزء أنا بكون جزء هاي الأوركستر بتكون جزء لازم يكون إنتاجة ضمن المعهد كمان وضمن هيدا يعني نفس اللي عم بشتغله أنا كتحيات كون زيح بهيدا المحل أنا صير دور مشهدية كلا كأوبيرات أو كعمل مسرحي مع الممثلين ومع الرئيسين ومع كورال كبير وبكون دور الأوركستر مثلهم يعني نايف يعني نايف حلو كتير نشوف ونسمع يعني الشخص عم يتعاطى هيك للشأن الموسيقي والشأن العام إذا فينا نقول عنده هالأمل ومتمسك بهالهوية الثانية الفنية بظل الوضع اللي نحنا فيه يعني عم طاعته حمدله أنا موقفة فيه عطاء أنا بتقلك أنا بعز يعني أنا بالأزمات بجود أكتر أنا بحب بس ما نحنا هتحدي يعني بالأزمات بعض لا مش أنا أنا بحب حتى الأوركستر عندي أنا محفزة كلها وعلى أزم نشتغل نحنا لم طلبت منها الدكتورة هيبة ما كان فيه يعني نحنا نشتغلنا بدون مصاري الأوركستر ضحت أكتر من شهر نجي فور فري إنه تعاونها نرجع خليها نرجع نحس بالحياة إنه لمشت الأمور وصارت أحوال مدية أحسن بكتير من قبل بفضلة إن شاء الله تتحسم كل الأمور مش بس على صعيد لازم ندال طبيعي طبيعي وإنتوا عم تعتوا هالروحية الإيجابية للناس من خلال هالأعمال فرح كبير اللي بنسمع من الناس يعني مشكورين كله أنا يعني أحسن أحسن تكريبنا حم ناخده من الناس اللي بتسمعين من الناس هيدا الإيجابية شكراً لك أهلا وسهلا فيك المايسترو أندري الحاج قائد الأوركستر الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بانتظاركن بأعمال جاية أهلا فيك شكراً لك